استناداً إلى تاريخ طويل من العلاقات والشراكات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية من أجل الانطلاق لا أفق أوسع يشمل التعاون العسكري والمشروعات التنموية وفي ظل عالم مضطرب تقوده الاستقطابات بدأ شريك حركة عدم الانحياز أكثر توافقاً حول مستقبل علاقتهما مصر والهند اللتان ربطتهما شراكة سياسية راسخة امتدت لعقود تسعيان الآن إلى ضخ دماء جديد في شرايين علاقتهما زيارة مهمة في فحواها ودقيقة في موعدها أجراها الرئيس المصري للعاصمة الهندية التقى خلالها برئيس الوزراء وبعدد من المسؤولين هناك لكن أبرز ما تم تسليط الضوء عليه كان تنشيط التعاون العسكري بين البلدين فماذا تحتاج القاهرة من يودالهي في هذا الإطار؟ وما الذي يمكن أن تستفيد به الهند من مصر عسكريا؟ هي ثالث زيارة لرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الهند زيارة ليست كسابقتها فالسيسي حل ضيف شرف في احتفالات الهند بعيدها الوطني وكان العنوان الأبرز للزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون العسكري وتنمية التجارة والاقتصاد أمر أكده السيسي مشيرا إلى أن البلدين يسعيان إلى الارتقاء بعلاقاتهم الثنائية إلى مرحلة شراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل مع إعطاء أهمية بالغة لتعزيز التعاون العسكري خاصة في مجال الصناعات الدفاعية لقد كان التعاون في مجال الدفاع على جدوى الأعمال المباحثات اليوم فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير بران على الإرادة المشتركة لتجين علاقة استراتيجية بين البلدين إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك عاد عن التعاون العسكري يشدد البلدان على أهمية فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما ويتوقع أن يزيد حجم التجارة البينية من 7 مليارات و500 مليون دولار حاليا إلى 12 مليار دولار في السنوات المقبلة وبعيدا عن لغة الأرقام فإن البلدين يشهدان تقاربا وتطورا في العلاقات فالقاهرة ترغب في جلب الاستثمارات الهندية وتدعو إلى تعزيز التبادل الاقتصادي معها أمن يدلهي فتسعى إلى فتح علاقات أوسع مع دول إفريقيا والشرق الأوسط وترى في مصر بوابة مهمة لذلك معنا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب مساء الخير سيد سمير راغب من الواضح بأن الهند ومصر يبحثان عن مستوى جديد من العلاقات والتعاون الأمني والعسكري بينهما كيف يمكن برأيك تجسيد ذلك على الأرض؟ بالفعل حجم الاستثمارات الهندية وحجم التبادل التجاري لا يرقى لحجم الهند وحجم مصر الهند دلوقتي في الاقتصاد الخامس في العالم يعني الاستثمارات في حدود 3.2 مليار دولار في مصر التعاون العسكري حقيقة فيه أشياء بتربط الدولتين معظمهم لديه أسلحة من روسيا وأسلحة من أمريكا غربية وشارعية كيلا هم بيسعى لخفض الكامل بيستورده من الخارج يعني في تقرير معد ستوك هولم كان الهند الأولى في الاسترادة يعني أكتر دولة بيستورد في العالم في حدود 225 مليار وبعدها كانت سعودية وبعد كده مصر ده تبقى تقرير المعهد فبالتالي الهند بتستورد 60% من مستلزمتها من التسليح ومصر بتستورد كتير فكلا دولتين يعني لو دخلوا في تعاون فيما تعلق بالتصنيع العسكري وححدد أنواع معينة يعني على سبيل المثال الطائرة التي جاز اللي هي طيارة قتال خفيفة الهند عملتها مشروع بعدها من 33 سنة لكن بالفعل دخلت الخدمة طيارة سوبر سونيك واحد وثمانا من عشر ماخ سرعتها كبديل لطيارات الروسية المتقدمة زي الميج 21 الميج 23 الميج 27 مصر بتسعى لشراء 70 طائرة من هذه الفئة نعم في عرض كوري وفي عرض هندي وكان وزير الدفاع في شهر سبتمبر الماضي للهندي وكان بينقش الموضوع ده أنا من وجهة نظري مصر حتميل للعرض اللي هيعمل توطيل للتكنولوجيا يعني يعمل مصنع تصنيع مشترك تقدر مصر تاخد 70 طائرة كتصنيع مشترك وتقدر تصدر نعم سيد سبيل رغب بدول في أفريقيا أو في المنطقة العلاقات بين مصر والهند تمتد لتقريبا 75 عاما ما هي القطاعات التي تحتاج إلى ربما تحسين التعاون بشأنها برأيك لم تكن في العقود الماضية مدرجة في التعاون الأمني بين البلدين التعاون العسكري والتعاون الأمني فيما تعلق بمكافحة الإرهاب نحن عارفين أن مصر لا تجربة الحقيقة شد بها العالم كله في فكرة مكافحة الإرهاب في كافة أبعاده البعد الأيدولوجي الصقافي الفكري التنمية الهند بتعاني من نفس الموضوع وخاصة أن هناك تواجد مشترك لبعض العناصر سواء كان للقاعدة أو داعش اللي بتهدد المنطقة بتهدد الهند أصلا وأكتر مننا فبالتالي التعام في هذا المجال الأمن السبراني الهند عمل التقدم جدا في مجال الأمن السبراني وموضوع التكنولوجيا المعلومات مصري القطاع ده قطاع واعد فيها التكنولوجيا المعلومات اللي بيمثل 5% بالدخل الإجمالي 150 مليار جنيه مصري في خلال العام الهند متقدمة في الموضوع ده سواء كان كشركات أو كتأهيل أو كعمالة مدربة فالتعاون مفيد في المجال ده التعاون فيما تعالق بالتسليح أيضا الهند بتحتاج كتير للزخائر زخائر الهون المدفع الهوت زراءة 155 ملي مصري بوسط الكفاية من إنتاج الزخائر كافة أنوح الزخائر طيب هذا فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني نعم سيد سامير راغب هذا فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري لكن من الواضح أيضا سيتم رفع التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الخمس المقبلة كيف سينعكس ذلك على الساحة السياسية أيضا يعني تنسيق أمن اقتصادي تجاري هل له أثر سياسي؟ أكيد الهند لعب سياسي كبير يعني الهند من الدول للا تأثير وهي من خارج الخمسة الكبار دائم العضوية في مجلس الآن الهند مواقفها لا تتعرض مع مواقف الاعتدال العربي سواء من القضايا الفلسطينية أو كافة القضايا في المنطقة حتى في الصراع الأوكراني الهند واخد مبدأ عدم الانحياز يعني مش منحزن لأحد الطرفين لا علاقات مع أمريكا لا علاقات مع روسيا بتشتري سلاح من هنا بتشتري سلاح من هنا فيه عنصر مهم جدا في التبادل موضوع القمح يعني الأزمة أوكرانيا أساتها على مصر كتير لأن تستورد من روسيا ومن أوكرانيا وكلاهما في حالة حرب وفيه عقوبات على الهند من أكبر المنتجين للقمح المواقف السياسية مع الهند أعتقد حتكون دعم وطبعا مصر كشريك أفريقي مهم لدولة لا طموحات أفريقي شكرا جزيلا سمير راغب الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة شكرا لك